اهلا بكم من جديد اكدت احصائيات وزارة الاسكان بان برنامج مزايا بات في مقدمة اولوية المواطن الذين يتقدمون بطلبات استغانية حديثة اذ ان مجموعة المقبلين على البرنامج تجاوز مجموعة المستفيدين الفعليين منه باكثر من 4000 طلب ويعود ذلك الى المميزات والمرونة التي يوفرها هذا البرنامج وكانت وزارة الاسكان قد نظمت معرضة برنامج تمويل السكن الاجتماعي مزايا وذلك تحت رعاية سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان وبمشاركة عدد من البنوك وشركات تطوير العقاري المشاركة بالبرنامج نتابع الآن أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع نشر مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم والبداية مع بورصتنا المحلية فقد تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تدولة اليوم بنسبة 0.31% مقفلا عند مستوى 1529 نقطة وذلك عاد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات وأيضا الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.628.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 286.000 دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى بقية البورصات الخليجية السوق المالية السعودية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.45% وأقفلت عند مستوى 8565 نقطة بدعم من ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 15 النقطة المئوية وأقفلت عند مستوى 6605 نقاط حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل شبه جماعي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت بانخفاض بنسبة 0.23% وأقفلت عند مستوى 5027 نقطة مع هبوط غلبية مؤشرات البورصة وأما في حالة سوق دبي المالي فقد تراجعت بنسبة 0.22% وأقفلت عند مستوى 2790 نقطة وسط تراجع لقطاعي السلع السلكية والعقارات بشكل رئيسي أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.16% وأقفلت عند مستوى 3868 نقطة مع تقدم أغلب مؤشرات البورصة العمانية وصلت 24 مؤسسة مالية ومصرفية إماراتية إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بما يعادل أكثر من أربعة مليارات درهم عن كل شهر وبنمو بنسبة 13% وفي الوقت الذي حقق فيه 14 بنكا تقليديا نموا في الأرباح الصافية بنسبة 13.6% فقد حققت ستة بنوك إسلامية نموا بنسبة 15% في أرباحها الصافية وخلال السنوات الأخيرة مرت الإمارات بتجارب اندماج ناجحة منها اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك واحد تحت اسم بنك الإمارات دبي الوطني الذي حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا في أرباحه الصافية بنسبة 49.11% نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل الرئيس الأمريكي يستبعد إجراء أي أعمال انتجارية مع هواوي ويوجه ضربة قاصمة للشركة الصينية توقع العديد من خبراء الاقتصاد ركودا في الاقتصاد الأمريكي للعامين المقبلين رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تأخيره ومن بين 226 خبيرا استطلعت أراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصادي الأعمال توقع 38% دخول أكبر اقتصاد عالمي في ركود عام 2020 بينما تكهن 34% دخوله في ركود عام 2021 فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة كي بي أم جي كونستس تاس هاتر أن الأشخاص المستطيعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية الاحتياطي الفدرالي سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من 15% في شهر يوليو بحسب ما أظهرت البيانات فيما يستعد العملاقان الاقتصاديين لاستنافي مفاوضات حول اتفاق لتبادل الحر ووفق أرقام وزارة المال اليابانية بلغ الفائض مع واشنطن 5.5 مليار دولار الشهر الماضي أي بارتفاعا نسبة 15.6% على أساس سنوي وذلك للشهر الخامس على التوالي وارتفعت وردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5% في مقدمتها الطائرات والنفط الخام وتعد العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني وثيقة لكن ترام طالما قال إن توكيو لديها أفضلية في تجارة ثنائية ودعا إلى علاقات أكثر عدلا استعرض كبير محلل الأسواق في تيم ماركيتس هيثم الجندي أرقاما مهمة حول الدين الأرجنتيني الذي شكل عبءا ثقيلا على اقتصاد البلاد وأفضى إلى خفض التصنيف الأتماني واستقالة وزير المالية نيكولاس دوخوفين وقال الجندي في مقابلة مع قناة العربية إن مشكلة الدين في الأرجنتين تتمثل في الحصة الكبيرة من الديون الأجنبية التي تمثل ثمانون بالمئة من جمالية الدين العام للأرجنتين بقيمة تصل بهذه الديون الأجنبية إلى مائتين وستين مليار دولار وأشار إلى أرقام أكثر خطورة من بينها مستحقات الدين الأجنبي البلغة ثلاثة وثلاثين مليار دولار واجب أدف نهاية العام الجاري 2019 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرغب بإجراء أي أعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي ويأتي ذلك بعد أن ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة التجارة الأمريكية ستمدد مهلة السماح للشركات الصينية بشراء معدات من شركات أمريكية لتسعين يوما جديدة لتبقى قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك أجزاء صغيرة من أعمال هواوي يمكن إعفاؤها من حظ أوسع لكن ذلك سيكون معقدا جدا ولم يوضح ما إذا كانت إدارته ستمدد أو توسع الترخيص العام المؤقت اشتركوا في القناة شكرا